خلال زيارته للداخل بالأقاليم الجنوبية للمغرب بدعوة من شبيبة حزب الأصالة والمعاصرة دعا وفده من الديمقراطيين الأمريكيين الشباب والذي يمثل جناح شبيبة الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة الأمريكية دعا المستثمرين إلى التوطين الاقتصادي بالجهة التي تختزن إمكانات اقتصادية هائلة وقال جوشوا هاريس رئيس الديمقراطيين الأمريكيين الشباب إنه توجد فرص عديدة بالداخل يتعين أن ينتهزها المستثمرون وأن يتقاسم عوائدها مع إفريقيا كما ذكر بأهمية الدينامية السوسيو اقتصادية والأوراش الضخمة التي توجد قيد الإنجاز بأجهة من أجل شباب المنطقة وضف أن هذا التنقل مكن الوفد من بحث السبل الثمينة بتعزيز الشراكات والتحالفات مع الشباب المغربي من جانبها أكدت عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي هيدر براون أن السلطات تتوفروا على رؤية استراتيجية حول صيغة تنمية الجهة بالمستقبل مضيفة أن هذه الرؤية ستمكن الداخل من أن تصير أرضية مينائية هامة لإفريقيا ترجمة نانسي قنقر